يلا بينا يلا طبعا حضراتكم اكيد متابعين وعارفين نظام النادي الاهلي كويس بمجرد الحصول على بطولة بمجرد تحقيق انجاز جديد يضاف لي سلسلة طويلة لا تنتهي من انجازات النادي بتتقفل صفحة هذا الانجاز بالتالي الاهلي اغلق بالفعل صفحة كاس العالم للاندية وابتدى الفريق في انه يركز في المنافسات المقبلة ان شاء الله الفترة اللي جاية سواء كان الكلام محليا او افريقيا المباراة المرتقبة هي مباراة النادي الاهلي والمريخ السوداني بكرا ان شاء الله يوم التلات الساعة تسعة مساء الاهلي طبعا بيستعد بمنتهى قوة لهذه المباراة لان هي مباراة مهمة بالفعل والفعل برضو النادي الاهلي ابتدى تدريباته على ملعب التتش وكان طبعا كالعادة موسيماني حريص على انه يجتمع بكل اللاعبين الفريق قبل انطراق المران للحديث عن مباراة المريخ السوداني طبعا الكلام ده ضمن الجولة الاولى لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا وطبعا زي ما بيعمل موسيماني كل مرة يكون في شدة الحرص على انه يوجه تعليمات فنية محددة لكل لعب منهم على حدة بصف فعلا المباراة بكرا بين الاهلي والمريخ السوداني زي ما انت قلت كريم وزي ما كل اكيد عنده معلومة هي اهدفة مباراة مهمة ومش سهلة المريخ السوداني فريق قوي جدا ده على مستوى السودان من اتكلم هو متصدر الدولي برسيد تسعتاشر نقطة خاض تسع مباريات فاز في خمس مواجهات وتعادل في اربعة وما خدش او لم يتلقى اي هزيمة احرز اتناشر هدف سجل في شباك وتلت اهداف كل اللي احنا بنقوله دي ارقام تخلينا اكيد في النهاية نقول ان المباراة بكرا هتكون مباراة مهمة امام فريق اكيد مختلف وكمان فريق قوي تمان فريق المريخ تعاقد في يناير الماضي مع مدر بديد وهو المدير الفني التونسي نصر الدين النابي وكمان زود لعبته بتونائي نيجيري ومدافع كاميروني ولعب قط وسط اوغاندي بالاضافة الى مهاجم جامايكي الجنسية كل دي معلومات بتقول برضو ان المباراة ان شاء الله هتكون مباراة قوية مباراة مهمة عشان كده فيتسو مسيماني في اجتماعه مع اللعيب انبارح قال لهم لازم نركز على اللي جاي والمباريات المحلية والافريقية ونقفل تماما صفحة المونديال بكل تفاصيله عشان نقدر نواصل الانتصارات طبعا احنا بدورنا كلنا ثقة في فريقنا وكلنا ثقة في مجلس دارة النادي الاهلي كلنا ثقة في كل اللاعبين والجهاز الفني اللي قدم لنا بالفعل انتصارات محلية وافريقية وعالمية خلال الفترة اللي فاتت وان شاء الله رب العالمين اللي جاي كمان ما يقلش ويكون مليان بالكتير من الانتصارات